موسيقى بالعجقة اللي عم نشهدها اليوم بالساحة الفنية ومع التقنيات الموسيقية اللي بتجمل كل الأصوات صار من الصعب نفرق من بين مين عنده موهبة أصيلة ومين رح يمرق مرور الكرام ولكن انتو بتعرفوا ان الموهبة الأصيلة دايما بتزهر ضيفنا هلأ مشاهدينا هو فنان ملحن وعازف قدم عمل مميز حبينا نتعرف عليه أكتر الفنان روبيرتو أهلا وسهلا فيك مجهور روبيرتو بالوقت اللي الكل عم بيهرب من الفن لأنه هلقات في منافسة وهلقات في عجة انت عم تهجم عليه ليش اخترت هالمجال يعني احنا بلشنا ما كنت عارف هيك انا بلشنا انه تسدية مدرسة بعد ورجعنا انا منطورها شوافتنا كونسرفاتور وطورت حالك بلشنا نطور انت من حوالي 8 سنين بتغني بالنوادي الليلية بمختلف المناطق اللبزانية ولكن ايما تبلشت تظهر موهبتك ايما تبلشت تغني يعني من الطفولة من الطفولة يعني ايما تبلشت تسمع صوتك كثير حلو لازم تغني يا روبيرتو من ايام المدرسة بلشنا وين كنت تتغني انت وصغير بالبيت بالمدرسة بالبيت عندكن موهب فنية بالبيت عابن العائلة لا في بيك 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 شعر زجل وبس يعني بس اصوات لا ما فيه اصوات لا انت وصغير وبلشت تتغني بمين كنت تطلع من الفنانين المعروفين وتقول واو انا بدي كون متلو او بدي حقق شهرتو نحنا بيجيلنا في كان عندي انا وديع صافي انت وصغير بي كنت تتحب كان وديع صافي يعني توني حنى هذي يعني كنت تطلع فيهم نعم تنقي عمالك اسماء كتير كبيرة مريك من الجيل الاصغر النجوم هكي اللي كانوا ساتعيننا بوقتها كنت هكي تطمح انو تتابع بخطوات حد منهم وقل فوري عاصي بتغني لأه الفنانين اليوم ايه كله للكل من غني الأهل روبيرتو عادة ما بيشجعوا الفن لأولادهم خاصة الشباب ويمكن معهم حق بمجتمعاتنا لانه بدواء طويل حتى الفن ينتج المال اذا بدك المطلوب اهلك كانوا من هذائي انا اللي كانوا كتير متفاهمين الوضع وما بدون اقفوا قدام موهبتي وحياتي يعني اقلوا لي البردك ايه يعني اتنعوا بموهبتك وشجعوك بهالمجال كتير كتير مشوي ايه متى اخدت القرار وقلت خلاص انا بدى يكون فنان محترف هو مفيش مرحلة انو هلق بلشت بلشت بدون معه انو ايه متى بلشت تشغل جديا بهالاتيجاه يعني يعني مش سبع سنين ممكن اول ما بلشنا بمحل غنينا فيه وبلشنا بلشت سافر وخالص يعني فتنا بالمجال شو كانت القطوات الاولى بهالاتيجاه يعني بالاحتراف تلي السفارة تلوين عاي بلدين اول شي بلشت اطلع الاردن بلشت اطلع الاردن ورجعنا جينا عالبنان وبلشت فوت من محل لمحل ورجعنا وصلنا ايه تشارك بحفلات ومهرجانات وحفلات ومهرجانات وهون وهون وصلنا على الغنية وولينا حين انو منلحن وفتنا بالمجال دراستك الموسئية عندك خلفية موسئية انت دخلت الكونسيرفاتوار لعدد سنوي عملت سنتين كونسيرفاتوار وطني بجوني غنى شرقي وعود وصولفاج ورجعت وقفت لانو كان الوضع البلد اضربات ساعة يسكر ساعة انا بنقول على كاسليك ورجعنا رحنا على كاسليك تكمل دراستك الموسئية وبنص السنة بلشت تسافر وهيك ماعد تلحق يعني بحكم السفار ما قدرت تتكمل دراستك الموسئية شكتسبت من سفراتك لما بتوقف أمام جمهور منو جمهور لبناني بتختلف عن وقفي أمام مسرح قدام جمهور بلبناني كتير يعني انه غير بيئة غير غير شيء غير يعني شعب حلو كل شيء بس غير يعني باللبنان شيء بالأردن شيء بالخليج شيء كل البلد عنده أسلوبه ورد تفعله مين بيتفاعل معك أكتر لما بتكون على المسرح كله كله صاروا حسب انت وقدرتك روبيرتو مش من زمين قدمت أول أغنية خاصة لك بعنوان قلبي اسي تقبرنا عنها شوي غنية أل بي سي هذه كلمات مراد أبو الزور الحيني توزيع فادي جيجي استوديو رجي أبي عقل وماسترينكتون حدد شو قصت هالأغنية؟ يعني نحنا هاك بالمسح والجاد طلعنا بالغنية قصتها صبية هذه القصة يعني وطلعت الغنية معنا شابه وبنت بيحكوا مع بعض وفجأة هي بطل بطل بدأت تعيش حياته بدأت تكمل العلقة معه بدأت تعيش حياته بعد شهران ثلاثة عرفت انه ما فيها تعيش بلي عرفت تقيمته يعني عرفت قيمته قررت ترجع له وهان بتبدأ الغنية الأغنية من ألحانك روبرتو أي متا انت قلت للحين كيف؟ يعني أنا عبوبرا معه غنية حسيت انه عند الإدراء حتى وفي الطياد منشوف وطلعت معنا طيب بنا نسمع مقطع منها إذا ممكننا لايف عنا بالستوديو قلت لي قلبي إي سي وكتار متلك نسي لما عرفت اني مدرسي رجعت ودموع عم تسبقها رح خلي قلبا يوجعا وتقول الآهو اسمعا لو بدوا الكون يرجعا قدامي بدي أحرقا ورح دوقها طعم الوايل انزع على حلمة باللايل وعزبها من ميل الميل عزبها من ميل الميل عالجمر حافي مرقا ورح نفسك وقلنا لك قلت لك قلت لك قلبك قلت لك ما هي الأصداء الأغنية لحدها حمد الله سلاشي حوالي 4 شهر بالأسواء الحمد الله أخذت الأصداء واشتغلنا واجهنا حفلات وعراس كانت صيفية جميلة هذا اللون الشعبي الجبلي فينا نسميه نعم 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 شاید لأنه الليل بيتطلب هيك جاو ايه هلأ إن شاء الله إذا أراد هلأ هم نشتغل عغنية جديدة غير ولكن لأنه عندك الخبرة الطويلة بالنواد الليلية بتعرف اللون اللي بيلبق لك صح يعني اكتثبت هالخبرة مئة بالمئة و هلأ عم جارة بكون أقل هجومة يعني مش هجومة على كيف يعني هجومة؟ يعني من نرجع بالأغاني يعني بأسلوب الأغنية حابب غنية هك أروأ غير يعني حب وغرام حب وغرام هلأ بعد ما رجعت لك بدك رجعتها بالأغنية أو لا؟ لا ما رجعتها ما رجعتها ملاحظ أنه الفنانين الجدد بيعتمدوا أسلوب أنه هني بيحبوا يلحنوا أول أغنية لألون لا مش مش ضروري يعني حسب شو السبب ليش مخترت ملحن علما أنه أول عمل لألك لازم تأكد أنه رح يكون مميز هي طلعت هك معنى الغنية وبين مصحبه الجد طلعت الغنية وإننا هلأ هتنا نوزعها ورجعنا نزلناها إزاعات ومشت إن شاء الله إذا أرادت أكيد الغنية جديدة بركة هناك أغنية هلأ تحضرها عمل جديد؟ أعطي أحضر عمل جديد لا أزال الله إلا أراد لا تشبه العمل الأول لا هل تتصور ألوي إسي فيديو كليب؟ لا سننقل الغنية إذا أظهتك بمخرج كثير شاطر معنا تحتاج بريجي تتعافه كثير منيح خيّة تتحقي تتجيل فيديو كليب؟ أزال الله إلا أراد ومنعم الغنية ومنعم الغنية خاصةً لما بيكون انتاجك الخاص وهي انتاج الخاص لشركة ولا شيء الحمد لله ماشي الحال ماشي الحال ماشي عندك مشاريع حلق للسفر روبيرتو عطول لأن احنا عطول نطلع حفلات خليج دبي أردن أكتر شيء عندي على الأردن بطلع نعم الشغل بالنوادي الليلية أكيد دمنه هاي وجوه كتير مختلفة بدك ترد الكل هذا الشيء بيفرض عليك أغاني معينة تقدمها يعني انت مثل ما انت بدك يعني لازم أنا كون مزيطرة على الأجواء كلها أنا مثل ما بدي بوكيدة في انت تخلق الجو صح ميومي ما فيك تطلع عطارة بأول الصهرة مثلا بتكون انت منسقتها بديك تقدمنا أغنية من الأجواء اللي حسسة عنا هون بالستوديو شو بدك تسمعنا يعني رغاني لك غنية هيك إذا على الأرض الغنية جديدة قريبة يعني عليها آه بتقول أذكرتك والسمة مغيمة عليك الروح محتارة مدري الدمع من العين مدري الدنيا مضطارة وينك ما إلك عنوان مدري الدنيا مدري الدنيا مغيمة اللوني عصابي ملاحظ أن النجوم الجدد يعتمدوا هذا الأسلوب بأنه يقدموا سنجل وينطروا فترة ويقدموا سنجل وراء لا، مثل ما شايفي، الأوضاع لا يسترجع يفوت بمشروع كبير وأوضاع البلدان العربية ليست مستقرة سمعنا مقطع من البي إي سي لايف، بدنا نسمعه هلأ أوديو مسجلته، نرى كيف كانت مظبوطة شكرا موسيقى 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 حلوة كتير، هل تفرق؟ هل تفرق؟ هل تفرق عن الصبح بعد تفايق ما خبرتنا لنا تحضيرات هالموسم ستنطلق مع العمل الجديد إن شاء الله هل سنرى هذا العمل أو نسمعه؟ فقط أقطع وقتع هالغنية يعني شي ثلاثة أو أربعة شهر وظهرت روباة، نعرف أنه أنت عريس جديد مبروك، مرسي هل الزواج غيرتك شي بحياتك؟ لا، الحمد لله مدامتي متفاهمة وضعي وأصلاً أنا كان إلي فترة طويلة من قبل أن أبدأ يعني وقبتني بمسيرتي وتفاهمتني ما بيأثر على عملك الزواج أو العكس؟ أنا لا، يمكن غايري ما بعرف بس أنا لأنه هي متفاهمتني وأنا متفاهم له كمان وضع أنه متفاهمة متفاهمة مين من الفنانين الجدد بيلفتك؟ بتشوفوا أنه مشروع نجم إذا بدك أو فنانات ما أقول له تكون فنانة مين، 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 مين هناك الكثير هناك الكثير هناك الكثير هناك الكثير هناك الكثير من أصوات منها أصيلي ومنها ستمرق الكرام أتأمل أنك تبقى على الشاشة وعلى الساحة أهلا وسهلا فيك شكرا 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 شكرا